أنا مش عارفة إذا كنت ومريتوا بتجربة زي دي ولا لأ بسمتها ياقلي كلنا وإحنا صغارين جربنا إحساس إن إحنا نتوه من أهالينا حتى لو لدقايق تفضل تلف وعمال بتسرخ ومش فاهم وبتندع عليهم قدي وقتها كنا بيبقى مرعوبين مش عارفين إحنا نشوفهم تاني ولا لأ دقايق بس كنا بنحس فيها إنها ناية العالم بنعرف فيها حرفين إيه مثل الأب والأم قدي إيه وجودهم هو الأمان بالنسبة لنا بس إكرام بطل القصة حقيقة النهاردة تاية وهي كبيرة والأغرب هي عارفة فين عنوان بيتها وعارفة ما ميتها وبتكلمها بس ما حدش فيهم قادر يوصل للتاني في بينهم حواجز كتير كلهم هم مشايلين بعد ما الزمن طبعا عد عليه كتير وكل واحد يوم ما تقربش للتاني القلب شال خلاص الغريبة بقى إن كل واحدة فيهم شايفة إن هي صح بس إيه من وجهة نظرها هي الأم شايفة إن هي كان ممكن تعمل اللي عملته ده عشان تحافظ على ورث وتحافظ على في الآخر فلوس لبنتها بنتها اللي بقى عندها 47 سنة بقى عندها أمراض بقى عندها حاجات بتيجي في دماغها وتيابوس في العضلات 47 سنة ما فهمتش إن وجودها في حيات بنتها أهم مليون مرة من الفلوس موسيقى